اهلا بكم الى مجزي اخبار الان هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية بانها لن تكون قادرة على البقاء اذا نفذت التهديدات التي اطلقها وزير خارجيتها في جمعية العامة وقال ترامب عبر تويتر ان تصريحات وزير خارجية كوريا الشمالية اذا كانت تمثل زعيمها كيم يونغ اون فانها تعني نهاية دولتهم اعلن خبراء زلزال الثانيون ان الزلزال الذي سجل في محيط موقع الاختبارات النووية في كوريا الشمالية لم ينتج عن اجراء اختبار نووي جديد وقال مركز شبكات الزلازل الثاني في بيان ان تحليل البيانات تحت الصوتية اكد ان ما حصل ليس انفجارا نوويا بل يحمل مواصفات زلزال طبيعي نفدت قوات مكافحة الارهاب العراقية عملية امنية واسعة لتطهير مناطق تابعة لقضاء الحويجة من تنظيم داعش الارهابي واوضح بيان خلية الاعلام الحربي العراقية ان العملية تسادف تحرير منطقتين النمل والزوية الواقعتين غربي القضاء قتل ثلاثة مدنيين واصيب اخرون بجروح برصاص قناصة لقوات النظام في رفحام الشرقي وسادفت قوات النظام برشاشات المدنيين المحاصرين في منطقة بوادي العذيب شرق حما اثناء محاولتهم الفرار من المنطقة وقالت المصادر ان قرابة 1500 مدني من اهالي عقيربات المحاصرين استطاعوا الفرار والعبور مؤخرا من منطقة وادي العذيب الى المناطق المحررة المجاورة بعد فشل مفاوضات مع الوسطات المحلية المقربة من النظام دان وزير الخارجي السعودي عدل الجبير سياسة القمع والتهجير القسري التي تنتهجها حكومة ميانمار ضد مسلحي او عفوا ضد مسلمي الروهينغا وقال ان بلاده تشعر بقلق بالغ وتدين بشدة سياسات القمع والتهجير القسري الذي تمارسه حكومة ميانمار ضد طائفة الروهينغا المسلمة بما يتنافى مع كل القيم الانسانية والقوانين الدولية اعلنت وزارة الداخلية الافغانية اصابة ثلاثة مدنيين في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استدفى قافلة لقوات دولية في العاصمة كابل وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية ان الهجوم تم بواسطة سيارة يقودها انتحاري ضد اليات مسفحة تابعة لعملية الدعم للحازم في حي الجامعة يصوت الالمان اليوم في الانتخابات الوطنية التي ترجح استطلاعات عدة بان تفوز خلالها المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بولاية رابعة في سابقة تاريخية وتظهر استطلاعات الرأي ان حزب ميركل المحافظ يبقى تكتل الأكبر في البرلمان ختم الموجز شكرا للمتابعة نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك او سوبسكرايب وانا عجبكم ذلك لا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة